خلاص بدأ العدد التنازولي للانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي بنقترب خلاص من نهاية السباق بعد الخامس من نوفمبر الجاي في مارثون انتخابي حاسم بيحدد مصير الرئاسة الأمريكية هذا السباق بيشهد منفسة شديدة ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامل هاريس في مواجهة بتوصف بنها الأكثر احتداما في تاريخ الانتخابات الأمريكية يعني عايزين نقرب أكتر من الصورة والمشهد الانتخابي خاصة وسط الصراع في الشرق الأوسط ضفنا الدكتور طارق فهمي معانا دلوقتي في صباح الخير يا مصر أستاذ العلوم السياسية صباح الخير على حضرتك وأعلم بيك صباح الخير دكتور صباح الخير يعني شفنا في الأيام الأخيرة تصاعد حدة الصراع الانتخابي في الولايات المتحدة كيف ترى طبعا تبادل الاتهمات ما بين المرشحين والمشهد العام بداخل الولايات المتحدة وخارجها هو حتى هذه اللحظة طبعا مؤشرات الصراعات الرأي وبرضو نتعامل معها بحظر شوية لأنها بتبقى موجهة في الأيام الأخيرة يعني قبل 5 نوفمبر فالأمور بتختلف لبعض الوقت يعني فيه تعادل أو شبه تعادل ما بين المرشحين الاثنين لكن بطبيعة الحال لا تعولي كثيرا على الاصطلاعات الرأي في الولايات اللي هي متأرجحة صباح الخارج النطاق التقليدي للعملية الانتخابية لأن الطرفين بدأوا خلال العشرة أيام الأخيرة يشتغلوا على الأصوات المرتبكة أو الأصوات العائمة اللي هي ممكن تضاف إليهم في جزء من ده بقى هذه الانتخابات ربما تكون مختلفة لبعض الأمور متعلقة بإدارة الحملة الانتخابية القاعدة الانتخابية التصويتية بالمناسبة للحزبين ديمقراطي أو جمهوري واحدة يعني معنى أنه سيادة هارس بشتغل على قطة التصويتية هيبقى التصويت لو صح التعبير أوتوماتيكي بالنعنى أنه مش هيبقى فيه فوارق كبيرة المشكلة الرئيسية في ولايات الجنوب والجنوب الشرقي لأن دي ولايات بتجمع أصوات اللي هي فيما تعرف بالأصوات الشعبية خارج المجمع الواضح قوي أنه الطرفين مركزين عليها مش مركزين على الشرائح لها زي الملونين زي السود زي الأفرقة زي الجاليات العربية ربما يكون فيه تهويل شوية فيه والجاليات الإسلامية هل الجاليات الإسلامية مؤثرة يعني شفنا طارد كاملة هارس لإحدى قائدين الجالية الإسلامية في ولاية ميشجين وشفنا من بعدها سابورت كبير أو دعم كبير من الجالية الإسلامية لدونالد ترومب من بعد هذه الوقع بالتحديد هل هي مؤثرة؟ قولا واحدا مش مؤثرة فيه تهويل قوي كبير قوي وإنه هو العدد كبير طبعا في ظل الملايين الكبيرة اللي بتيجي من الأصوات في ولايات خارج الجاليات اللي هي التقليدية فإحنا بندي يمكن انطباع أكبر على الجالية العربية والإسلامية هتؤثر؟ لا مش هتؤثر بصورة كبيرة الصوت اليهودي هذه المرة ربما أيضا هيحصل فيه انقصام عكس ما هو شائع برضو في إطار أنه الصوت اليهودي بيفرق فيه الولايات المتأرجعة اللي يبتدي النسبة الأعلى اللي يترجح حضرتك في هذا الإطار فيه طبعا تطورات بالنسبة للعملاء الانتخابية هذه الانتخابات مختلفة لأنه الكلاسيكيات بتاعة الانتخابات الأمريكية زي ما حالكوا عارفين الجزء الدخلي يعني يهتم بالمواطن بالقضايا الداخلية وغيره لكن هذه الانتخابات فيها جزء خارجي أو قضايا خارجية متعلقة بأزمة غزة أوكرانيا الصين فيه أمور طبعا بتسحب من الرصيد الدخلي للمواطن الأمريكي فبالتالي المواطن الأمريكي بدأ يركز على القضايا الخارجية ما بقاش بس مركز على الضرائب مركز على التأمين الصحي مركز على الرهونات العقارية وغيرها من الأمور الداخلية فيها فبالتالي الأضايا الخارجية هتبقى مطروحة في هذه الانتخابات بسرعة أو بأخرى طيب حضايا قلت من استطلاعات الرأي يجب أن نحن لا نعاول عليها كثيرا وأعتقد أن ده مثال واضح في 2016 هيلاري كلينتن كانت متقدمة في استطلاعات الرأي بفرق خمس نقاط ولكن في النهاية هو دونالد ترامب هو من يحسم السباق في هذه المرة طيب حضايا قلت برضو أن استطلاعات الرأي بتكون موجهة موجهة من مين فن؟ هي بتبقى طبعا الجهة أول حاجة عشان تصنف الاستطلاعات الرأي لازم نشوف الجهة اللي عاملها إيه الجهة هي بتبقى لها حسابات وتقديرات في إدارة العملية الانتخابية إنها تبقى موجهة لشرائح معينة يعني ببساطة أنه ترامب مثلا بيشتغل على الشريحة الخاصة برجال الأعمال ما بيقربش من الطبقة العاملة إلا في الفترة الأخيرة يعني ما تتوقفش أمام أنه نزل فيه الشوارع ورح محلات لشعبية وقاب العمال لكن الطبقة اللي بيشتغل عليها هي الطبقة البروجوزية نصحها التعبير العليا في المجتمع الأمريكا عشان ده يفصل لحضرتك إن الأسلياء هم من مولوا الحملة هي بتأثيرهم أكبر طبعا وبالتالي طبعا ده دوند قالوا ماسك بيدي مليون دولار بالزبط فطبعا هو دول اللي رفعوا عمليات التمويل ترامب بسرعة أو بأخرى السيدة هاريس كان من الزكاية إنها اشتغلت على شرائح في المجتمع بعيد عن موضوع المرأة والشباب بتقدم نفسها كوجه مقبول في المجتمع الأمريكي لكن خلي بل حضرتك والمجتمع الأمريكي مولع بالزواهر يعني ممكن يجيب ممثل يجيب أفريق يجيب كذا فهو عنده ده يعني بصرف النظر أنها سيدة والأول مرة ستأخذ انتخابات رئاسية لماذا شوفنا بيونسي مثلا ما احنا عارفين بيونسي و جايزي كانوا بيحبوا قوي بباراك و أوباما قبل كده وكانوا بيدعموا دعا يعني هي حتى في المؤتمر لحضرتك تبعتي هي قالت أن أنا مش بكلم بصفتي مغنية أنا بكلم بصفتي أمه القضايا دي بتهم المجتمع الأمريكي يعني إذا كان ترامب بيركز على الهجرة ودخول الأجانب وتحويل أمريكا إلى دولة متخلفة على حد قوله غيره من الأمور هي بتقدم نفسها كوجه مقبول بالنسبة لشريحة المرأة بالنسبة للمرأة دي مهمة جدا بالنسبة للشباب لكن بطبيعة الحال لازم نقف قدام بعض الأمور السيدة هاريس بعيدة عن موضوع أنها قديرة في موضوعات السياسة الخارجية هي استعانت بأوباما واستعانت بميشيل أوباما في الحملات الانتخابية دي مهم جدا أنها بتكتذب شريحة يعني حضرتك تبقي متابعة شخصية فيها حضور كاريزما أوباما حتى عناصر الإدارة بتاعته كانوا مشاركوا في الحملات الانتخابية فده يفسر لحضراتكم أنه هو في سعي من قبل السيدة هاريس نا تستعين بهؤلاء بتكتذب حضور وشعبية في أوسات كتيرة يعني الملونين والزنوج والسود سيبقى لمشيل وتتكلم فيه الحضور في المؤتمرات وغطة مؤتمرات الرئيس أوباما حتى الشعرات بتاعت حملته لو حضراتك كنتوا اتكروها هي نفس الشعرات اللي بتستخدمها السيدة هاريس في الحملة الانتخابية بسهل ده نحج ديمقراطي بشكل عام؟ هو ده الحزب يعني بصرف النظر انت في الآخر مش بتكلمي كمرشح المرشح بيبقى معبر عن سياسات الحزب لأنه في النهاية حينما أرادوا أن يأتوا بوجه جديد من خارج الدائرة قاتوا بهاريس ولكن هي كانت نائبة كما تعلموا لها دور كبير لكن أطاحوا بيه الرئيس جو بايدن لإعتبارات كتيرة قوي بس خلي بالحضراتكم فيه جزء من مؤسسات القوى الفيدرالية الأمريكية بتأدي دور في ده يعني الولايات المتحدة حينما تعاملت مع ظاهرة الفوضى واقتحامل كونجرس وظاهرة ترامب والفوضوية الشعبوية تعاملت بمنطق الدولة الكبيرة الدولة الفيدرالية أنها تأتي برئيس متقدم في السن بصرف النظر عن موضوع بقى التدخل في الانتخابات أو غيره لأنه زواهر موجودة في المجتمع الأمريكي مش نقدر ننكره يعني التوقع بيه عمليات اختراقات الانتخابات الأمريكية من قبل دول زي مثلا سين وروسيا ودولة حيحصل تزوير في بعض المجمعات الانتخابية حيحصل يا دي أمور معتادة لكن لا نتوقف أمامها لكن في مؤسسات القوة في النظام السياسي الأمريكي بتحكم حضراتكم هذا المسار طيب على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية السياسي كله ما كانش فيه رئيس ولاية المتحدة الأمريكية سيدة 46 رئيس ما فيش سيدة هل فيه تفسير لده وهل كامالة هارس قادر أن هي تكسر هذه القادة؟ أعتقد يعني بصرف النظر لو إحنا بنقيس بقى مش استطلعات رأيي بنقيس الموقف الأمريكي أنا عايز أقول قبل ده أنه النسخة الجديدة من تراب مختلفة عن النسخة الماضية يعني بأقصر نتجا بأقصر حضورا بيتكلم برؤية عنده مقاربات استعامل بيوت خبرة ومراكز أبحاث فبدأ حضرتك تشوفه غير الشخصية الشعبوية الفوضوية قوي اللي هي ممكن تمس هيبت ومكانة الأمة الأمريكية لأن الأمريكان حتى هذه اللحظة تأثروا طبعا بيه نموذج الأمريكي في اقتحام الكونجرس وتعامل مع مجرة اليوم هذا المشهد لن يتكرر أما موضوع على رب نمو بيشبهه بجولد ووتر لو حضرتك فاجئة طبعا أجيد بيشبهه بنفس الشخصية حتى بيشبهه المشهد الانتخابي الحالي بالمشهد الانتخابي صحيح تشبيه صحيح بس أخلي يعني أنا عايز أقول حاجة لو حضرتك بتعمل تحليل مضمون بقى لكلام ترامب كمرشح لأ نضب فكريا وعنده رؤية آه هو صحيح أنه يعني هناك مخاوف على التجربة الأمريكية لكن زي ما قلت لحضرتك فيه مؤسسات بتضبط حركة المجتمع الأمريكي سواء على مستوى عمليات التصويت سواء بالنسبة لعاملات الانتخابية الأمور المعطيات الرئيسة اللي احنا بتسمع حضرتك ألفظ بتتكرر الولايات الكبرى المتأرجحة هي اللي هتهز لكن في مشاكل متعلقة أصلا بالتصويت الشعبي والمجمع الانتخابي ما حاش نتكلم فيها وهي دي اللي بيحصل فيها الخلل يعني إنه يبقى فرق الأصوات مش كبير وده يعني حيقول الانتخابات دي هتبقى فرق التباين بين الطرفين مش هيبقى ضخم مش هيبقى كبير أما موضوع بقى الاختراقات دي أمور عادية في الانتخابات الأمريكية من الأنفة الصعيدة والصينيين بيدخلوا خلال الحملات التخابية ووجهوا وضخوا أموال يعني فيه أمور كثيرة طبعا من طبيعة الحال وليات المتحدة كدولة مستهدفة في هذا السياح طيب خلينا نتكلم عن سياستهم تجاه الشرق الأوسط سواء كامل حارس أو دونالد ترامب لو تكلمنا عن كامل حارس فهي بتأتي مع النهج الديمقراطي وقبلها كان جو بايدن اللي لسه من كم يوم وافق أو الكونجرس كمان وافق على دعم مجدد من الضرائب الأمريكية لإسرائيل تقريبا خمسة مليار دولار تقريبا ودونالد ترامب على النحية التانية كمان في وقت مكان هو رئيس وعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبيعترف طول الوقت في أي من الميتنز بيعملها أو السباقات اللي بيحضارها إن هو بيدعم إسرائيل بشكل مطلق النهاردة سياستهم تجاه الشرق الأوسط عاملة إزاي بيترحوا هذا الموضوع إزاي لأن الأمريكان كمان مهتمين بهذا الموضوع بالتحديد ومهتمين بالجنسايد اللي بتحصل في غزة وعايزة أعرف هما سياستهم تجاه الشرق الأوسط هتبقى عاملة إزاي شوفي قولاً وحيداً أنت تختاري بين الرئيس السيء ورئيس أسوأ مين الأسوأ في هذا؟ أنا في تقديري الأسوأ هيبقى ترامب بسرعة أو بأخرى بس ترامب من صفقة قرن يعني ناس فهم أنه هو هيرجع يتكلم صفقة قرن لا لا هو هيكلم هو النهاردة لكن هو دايماً بيعول على فكرة أنه هيوقف فكرة الحرب العالمية التالتة يعني ده كلام في حملات انتخابية يعني لا يستطيع أن يوقف حرب بهاتف تليفونية والتصالات ده كلام يعني عبسي لكن هو جزء الرئيسي فيه أنه هو لن يتحدث فيما مضى يعني هو النهاردة زي ما حدك أشارتي الإجراءات اللي هو أخدها بالاعتراب بالقدس ونقل السفارة والإجراءات وطرح دي أطرحات من أعلى لا تنفذ وبدليل أن صفقة القرن ونقاط الرئيس الخاصة بها لم يتوقف أمام أحد لكن هو هيجيب وبتكلم مع حضراتكم سلام اقتصادي تعاون إقليمي رغبة في إمكانية أن يكون هناك كيان فلسطيني إذا رغب الجانب الإسرائيلي فبالتالي هو هيشتغل على هذا الجزئية السيدة هاريس بتقول لك مقاربة حل الدولتين هذا شيء جيد لكن ما هو الأليات أو الأدوات التولز اللي هتشتغل عليها وتقولها ما هو بايدن هو ماشي من الإدارة لم يطرح رؤية ولم يطرح تصور ومقدمش حاجة للشرق الأوسط عكس كل رؤساء الأمريكان السابقين اللي قدموا رؤى ومقاربات واكتهدوا في مسألة الشرق الأوسط بالتالي إحنا لا نريد أن نعول كثيرا الإدارة دي سواء جمهورية أو جمهورية هتعمل حاجة بالنسبة للقضية للقضية الشرق الأوسط فيه جزء مهمة قوي وهي الفكرة بس دي صغير إنه في الفكرة دي هو بيشتغلوا هما الاتنين على المستقبل بمعنى إيه؟ فيه ترتيبات أمنية جاية في المنطقة لازم نعترف بياه في غزة وخارج غزة أمن إسرائيل قضية داخلية في أمريكا لا محلل أي تجازب بين الديمقراطين والجمهوريين يعني ممكن حدك تسمعي على المخصصات الأسلحة دي تفاصيل خاصة بيه المؤسسات الأمريكية لكن فينا قضية لا توجد عليها خلاف لبين الديمقراطين وبين الجمهوريين إحنا يمنا في الشرق الأوسط مسألة غزة كيف ستتم القضية الفلسطينية مصر بتتكلم عن فكرة حل الدولتين والمقربة الأشمل هل حيأتي هذا الرئيس لا يتدخل إلا حينما يتهدد المصالح الأمريكية؟ ده سؤال مهم لكن لا نريد أن نعول كسير من إدارة الأمريكية نحن لا نعول لكن الناخب الأمريكي الآن يهتم بهذه القضية يعني الناخب الأمريكي فيصل عنده فكرة هل هيحلوا هذه الأزمة ولا لا؟ لأنها بتأثر على نمط حياته النهاردة المخصصات اللي بتسحل من الداخل الأمريكي للمواطن فبدأ يتكلم على أوكرانيا إيه قيمة أوكرانيا بالنسبة لنا إحنا المواطن الأمريكي يهموا الدخل بتاعه السابت يعني ده السبب الوحيد اللي خل المواطن الأمريكي يهتم بالقضايا الخارجية؟ بالضبط لكن القضايا الخارجية لا تحتل في العموم أو في الإجمال اهتمام المواطن الأمريكي المواطن الأمريكي مواطن رشيد عاقل بيستخدم كل الأساليف في الداخل عشان يشتغل عليها. لكن الآن اهتمامه بغزة أو بأمن إسرائيل أو العلاقة مع روسيا أو العلاقة مع الصين في إطار ما يعود عليه بصورة سلبية. سواء بالنسبة للمخصصات المالية. توجيهها أو انفقها. وده اللي بيحاول الجمهورين والديمقراطيين يغيروا. خلي بالحضراتكم في انتخابات أيضا في الكونجرس ومجلس شيوخ. فبالتالي دي حتبقى منعكس. هل الرئيس هيبقى التناغم العادي اللي حضراتكم يعني يبقى الرئيس جمهوري والكونجرس الديمقراطي أو العكس. فده برضو بتغير من معادلة التعامل في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق النفوذة. طيب. ايه أكتر القضايا والمشكلات اللي بتواديه الناخب الأمريكي. واللي على أساسها ممكن يختار ما بين المرشحين. ومن خلال المناظرات. هل أقنع طرف من الطرفين من المرشحين الاتنين الناخب الأمريكي بقدرته على حل بعض المشكلات؟. آه طبعا. يعني هو فيه قضايا داخلية. يمكن قضية الهجرة وقضية الإجهاض هي دي اللي سيطرت على القضايا الداخلية. فيه طبعا قضايا متعلقة به الرهنات العقارية والتأمين الصحي والأمور الداخلية. لكن هو فيه جزء منه الخطاب السياسي والإعلامي لكلها المرشحين. فيه قواص مشتركة بالمناسبة. برغم كل اللي حضراتكم بتشوفوه. التباين ده أمر طبيعي بالنسبة لمرجعية الحزب. أن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري ليه ثوابت ومعطيات بصرف النظر عن المرشح سين أو صاد. هما بيترحوا ده في هذا السياق. المواطن الأمريكي أو النسق الفكري أو الأديولوجي اللي هو حاكم للمواطن الأمريكي هو المصلحة. هو المصلحة فيما يتعامل. وبالتالي هو بتكلم مع حضرتك في هذا الإطار. يعني هو يهتم بإسرائيل. لكن فيما يخص الجزء الخاص به. هتقول لي أمن إسرائيل. ما أمن إسرائيل ده يعني أمر متفق ومدنيين وعسكريين. لكن هو في الآخر لا يهمه غزة كغزة. هو يهمه كيف توجه الأمور. الأخطر في هذا هو التحافظات الكثيرة على إدارة الحملة الانتخابية. يعني لا أحد يتحدث الآن على أنه نظام الفيدرال الأمريكي بقى حضرتك عطيق. محتاج يتغير عمليات التصويت المتعددة المراحل والمجمع الانتخابي وتصويت الشعبي حتى التصويت الإلكتروني عليه مشاكل بالوقت في بعض الولايات. المشاكل دي ما تظهرش حضرتك إلا في كل عملية انتخابية. والمشارعين الأمريكاني بدأوا يتكلموا فيها. بتختفي تماما طول الفتر. كلها. ما حدش يبدأ يتكلم فيها. النهاردة ما حدش يتكلم على القضايا الموجهة إلى ترامب. كيف ستتعامل معها. القضايا كانها أغلقت. من أغلقتها؟ يعني دي نقطة مهمة 34 قضايا كانت مرفوعة. انتهى. المحكمة العليا الأمريكية بدأت تنظر في قضايا ملهاش على قبلها. لكن كاملة هاريس بتعتمد على هذا الأمر. وهي في السباق الانتخابي. بتتكلم دايما أنه دونالد ترامب لو تولى الرئاسة. يبقى رئيس عنده جنح قبل كده. هي طبعا هي بتتكلم لخطاب شعبوي برضو. لأنه في النهاية حضرتك بتتكلمي على مؤسسات بتوجه السياسة الأمريكية. بمعنى أنه هي بتنتقد ده. لأنه ربما يأتي الرئيس ويلحق بقضايا. لكن هو ليس سبقا في هذا. أغلبية الرئاسة. وحيك تذكوري حتى كلينتون وهو في الحكم. فهي بتالي مشكلة في هذا الإطار. المؤسسات الفيدرالية الأمريكية تستطيع أن تتعامل حضرتك مع كل هذه الأمور بسلاسة. لكن في مراكز قوة وتأثير داخل النظام السياسي الأمريكي. عند الضرورة تتدخل وتحسن مثل هذه الأمور. في إطارها. لأنه بيصدر للعالم حضرتك النموذج الأمريكي اللي هو لن يتعرض لهذه مرة أخرى. خروج الرئيس السابق ترامب من الكونجرس وبهذه الصورة. مسل مكانة النموذج الليبرالي الأمريكي في العالم. لن يسمحوا بهذا الآن. يعني النهاردة الحديث أنه هل هذا النموذج الفيدرالي يتعرض للخطر أو لحالة الفوضى إذا لم ينجح ترامب. لا أنا أعتقد ده مش هيتكرر. اقتحام الكونجرس. وهذه كانت أمور فيه سياق. لأن النموذج الأمريكي في الآخر لازم نتعامل مع الولايات المتحدة. إنها دولة كبيرة ودولة تقود العالم حتى هذه اللحظة. لكل حال احنا هنقوم بمتابعة السباق الانتخابي الأمريكي. لحظة بلحظة ما حضرتك يا دكتور. إن شاء الله في الأيام الجاية. بنشكرك دكتور طارق فهمي. أستاذ العلوم السياسي. شكرا جزيلا. شكرا لحد دكتور صحابه.